وينضم إلينا الآن مباشرة من كربلاء المقدسة النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي أهلا بك غدا يحل البرلمان وفقا لما تم التصويت عليه سابقا هل الإعلان عن انتهاء الدورة البرلمانية بهذه الطريقة قانونية أم كاملا مفترضا تكون جلسة أخيرة على الأقال يتم الإعلان عن انتهاء عمر المجلس بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم ومن خلالك لا زميلكم المحترم ولا مستمعي ومشاهدي فضائية القناة العراقية الإخبارية الكرام ونعزيكم وأنفسنا بذكرى استشهاد نبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء مدلس النواب العراقي سيدة الكريمة بموجب الأمر الديواني رقم 32 لسنة 2021 تم حل نفسه بحلا مشروطا وهذا الشرط يستند على ضرورة دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى أجراء انتخابات مبكرة في موعد 10-10-2021 لذلك لا يحتاج الآن مدلس النواب العراقي إلا أمر ديواني بحل نفسه بشكل قانوني وواضح اعتبارا من يوم 17 يوم غد الخميس وبالتالي تمضي الأمور بشكل قانوني ودستوري فلا حاجة لعقد جلسة كون الأمر قد تم وفق أمر ديواني وسيصدر أمر ديواني أيضا بحل مدلس النواب وإنهاء أعماله وإحالة أعضاء مدلس النواب العراقي إلى التقاعد وإعلان براءة الذمة الإدارية من عملهم السابق طيب يعني بعد حل البرلمان كيف سيكون شكل السلطة التنفيذية بعد يوم غد يعني هو معلوم بأنه ستكون حكومة تصريف أعمال لكن هل كأن تحدثنا هذه الحكومة المنقوصة الصلاحيات كيف ستدير المشهد ابتداء بموجب المادة 64 من الدستور بعد حل مدلس النواب العراقي لنفسه تصبح الحكومة العراقية حكومة تصريف أعمال وهي كحال المادة 56 أيضا وعندما نقول حكومة تصريف أعمال ليس كما يشاعنا حكومة منقوصة أبدا ولكن تقوم بإجراءات اليومية الإدارية الخاصة بتسيير أمور الدولة بشكل طبيعي مع التأكيد أن عمر هذه الحكومة سيكون محدود إلى حين تشكيل حكومة عراقية جديدة وبمجرد إجراء الانتخابات في يوم 7 بالنسبة لإقتراع الخاص ويوم الأحد يوم 10-10 الإقتراع العام وداء اليمين الدستورية من قبل مدلس النواب العراقي في دورته الخامسة المقبلة ستكون هناك رقابة من قبل هذا المجلس وبالتالي المدة محدودة جدا لحكومة تصريف الأعمال مع التأكيد أن الموازنة موجودة وتم إقرارها في وقت سابق لغاية 31-12-2021 من هذا العام وبالتالي ستكون أعمال حكومة أعمال محددة ولكن هي حكومة بكامل الصلاحيات وعبارة تصريف الأعمال وعدم الذهاب باتجاه عقد اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد أو اتخاذ قرارات قوية وحاسمة كون هذه القرارات تحتاج إلى تشريع من قبل مدلس النواب العراقي بموجب المادة 60 من الدستور بحسب المرصد النيابي هناك تراجع كبير بعدد الجلسات والقوانين المشرعة في هذه الدورة البرلمانية كيف تعزو هذه الأسباب تراجع عمل هذه المؤسسة التشريعية يعني لا شك إذا رغبنا أن نقيم إداء وعمل مدلس النواب العراقي بدورتها الرابعة ينبغى أن يكون التقييم موضوعيا وذكر أن مدلس النواب في هذه الدورة قد تأخر في عقد جلساته من تاريخ 12-5-2018 إلى غاية 3-9-2018 أي تم التأخير في عقد جلسات المدلس ومباشرته لمدة أربعة أشهر فضلا عن ذلك هناك مظاهرات قد اشتاحت البلاد لمدة أكثر من عامين فضلا عن جاحة كورونا وتشكيل حكومتين متعاقبتين في هذه الدورة وعمر المجلس في الدورة الرابعة ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات بسبب الانتخابات المبكرة بالتالي هذه عوامل موضوعية مهمة قد ساهمت بشكل حقيقي وفعال في عدم إداء مدلس النواب العراقي لأدوار أكثر مما تم العمل به ولكن أيضا لابد أن نبين أن مدلس النواب العراقي كان فعالا من خلال لجانه وجلساته ولم يدخر جهدا أبدا في تشريع عشرات من القوانين المهمة لتأخر إقرارها في الدورات السابقة فضلا عن ذلك سيادة النائب هناك قوانين مدرجة على جدوى الأعمال الدورة الحالية للبرلمان ولم يتم حسم أمرها وهي على تماس مباشر بحياة المواطن منها الخدمية منها الوزارات التي لم يحسم أمر من يديرها أديرت بالوكالة كيف سيعيد المجلس الجديد قراءة ومناقشة كل القوانين بما فيها التي استكملت قراءتها وباتت جاهزا للتصويت لا شك بموجب النظام الداخل أعمال مدلس النواب العراقي أي قانون غير مصوت عليه يتم عرضه مرة أخرى بقراءة قراءة أولى وقراءة ثانية ثم التصويت بموجب المادة 60 أولا وثانيا من الدستور فضلا عن ذلك سيدة الكريمة أن هناك وزارتين فقط تدار بالوكالة ولمدة زمنية محدودة ولا فرق بين الوكيل والأصيل بحال تكليفه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مع التأكيد على حقيقة أن 90% من القوانين التي جاءت من الحكومة العراقية قد تم تمريرها بشكل واضح وبشكل سليم وهي عشرات القوانين وليس قانون واحدا وبالتالي نعم بكل تأكيد هناك عشرات القوانين التي جاءت من الدورة الثالثة والثانية لعمل مدلس النواب العراقي لم تشرع استطاع مدلس النواب العراقي في دورته الرابعة من تشريحه لذلك الأمور سالكة أمام مدلس النواب العراقي بدورته الخامسة التي نتمنى لهم كل التوفيق في استكمال الأعمال التي قام بها مدلس النواب العراقي في هذه الدورة النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودين ضمت معنا من كربلاء المقدسة شكرا جزيلا لك